حديث أكثر عن هذا الكتاب مع ضيفتنا طبعاً داخل الستوديو الأستاذة فاطمة غندور صباح الخير أهلاً ومرحباً بك ونبارك لكي كل هذه الإنجازات والإصدارات وأنت مما تواصل دائماً معنا في برنامج يوم جديد أهلاً بك وبكل مشاهدين الكرام وصباحكم الخير يسعى صباحك يا رب يعني بداية كيف أثر الحراك السياسي على اتجاهات المرأة؟ يعني من 2011 لما فوق كيف أثر على اتجاهاتها الفكرية على ثقافتها على تفكيرها بشكل عام؟ هو أنا أهتم بتوثيق تاريخ المرأة الليبية ونهضتها من 2011 لكن لما حصل هذا المتغير وكنا في خضمة وخرجنا زي ما خرجوا الناس وتفاعلنا معه وما بعده بدينا في حالة الاشتغال أنا أتحدث عن صيغة الجمع لأني لما التقيت سيدات من الوطن العربي كما صحفيات وباحثات من فرنسا من إيطاليا من دول غربية زاروا بلداننا فأحببت أن هما يقدموا عينهم عن هذه المتغيرات كيف شافوا النساء فيها كما طلبت من النساء أن يتحدثوا عن هذا المتغير يعني لما أنا وضعت العنوان لا أتقصد أني أفرض أنه ربيع لكن صعب إنكار أنه حدث تاريخي مفصلي يعني عربيا عادة كانت الأنظمة تأتي على طرائق أخرى يعني هذه هي الطريقة التي تبدو استثناء أن خرجوا الناس وطالبوا بحقوقهم هناك انتفاضات في دول شاركت فيها النساء ويجري الآن إقصائهم ونوع من فكرة إبعاد هذا الدور كما شهدنا يعني خرجوا في المظاهرات وطالبوا أيضا هتفاتهم طلعت أصواتهم ما بعدها سعوا للتمكن السياسي والتمكن الاقتصادي وجدناهم برلمانيات وجدنا وزيرات بعدد لم نجده مثلا قبل 2011 أنظمة بدأت تنحت على فكرة تكافؤ الفرص وأيضا أن نبرز المرأة ليس لأنها أنثى فقط جميلة هذا المظهر الذي مثلا تم اعتماده بفكرة إرضاء المرأة بأن تمنح منصب ولا تمنح إدارة في مؤسسة أو بدأت النساء تنحت ما بعد هذا المتغير بفكرة تكافؤ الفرص والكفاءة والقدرة اخترني لأني أمتلك سيرة مثلا فيها نوع من الفعالية وفيها مشروع في الحياة إذا أنت تحدثت عن المرأة بعد التغيير وأنت دائما يمكن في أعمالك تختارين بعض المقتطفات يمكن لإفتتاح أعمالك الأدبية تبدو موازية في المعنى نعم في المسعى وفي المعنى صحيح وشدتني إفتتاح هذا الكتاب المرأة التي هي ليس الدمية ولا بلهاء ولا ضعيفة بل بهية مهيبة قادرة بارعة محبوبة لنسيسكو كان إلى أعتقد هذه الكلمات إلى وقع كبير وتصف فعلا المرأة وخصوصا المرأة العربية من هن السيدات التي اختاريتهم في هذا الكتاب سيدات يحكوا عن تجاربهم في مرحلة خرجوا فيها النساء سيدات من فلسطين سيدات من سوريا سيدات من السودان في من لبنان في من المغرب في من مصر اخترت سيدات وأنا أطرح هذا السؤال حتى وأنا أشارك في مؤتمرات لأن المقابلات بعضها أجري في الأردن في تونس في المغرب في قطر يعني كل ما صرت مثلا وشاركت في أنشطة أذهب لطرح هذا السؤال وأنتبه لسيدات ملكنا مشروع مثلا وساهمت المتغيرات والانتفاضة العربية أنهم يتمسكوا أكثر بهذا المشروع وكأن تاريخ 2011 سواء في الدول التي خاضت انتفاضات أو في الدول التي أنا أقول وظفت ارتدادات هذه الانتفاضات نموذج المغرب أنا أجري لقاء مع سيدتين سيدة تنتخب في مجلس محلي وسيدة أخرى هي مناضلة يسارية وتخوض مع حزبها نشاط تتقدم فيه وتترشح لكن صعب إنكار أن هناك حراك وهناك متغير ارتبط بحراك الناس في الشارع قالوا ما لم يقولوه قبلا حتى أسئلتي أنا مثلا كصحفية أو كمهتمة بالتأريخ وبالتوثيق بصراحة أنا أخذ هذا المشروع من 1999 في ليبيا وعندي كتاب نساء خارج العزلة وليبيا في بلاد الإنجليز ثم أول مذيع التلفزيون ليبيا أذهب في هذا المشوار وأوثق لكن حتى أسئلتي بصراحة أكثر انفتاح قلت الهواجس وقلت تفكيري في أن من يراك سؤالي ومن يمنعني أن أطرح سؤال هذا اللي بيخليني أسأل حضرتك السؤال اللي هو هل اعتبار الكتاب أنه مستقل وغير تابع لمنظمة حكومية أو منظمات دولية أعطاك الحرية أكتر في التعبير بهذا الكتاب هو أنا لن مثلا لا بد أن أذكر أن في جهود ذهبت باتجاه أن توثق مثلا في سيدة وثقت لي خمسين مناضلة فلسطينية كان الموضوع يذهب بهذا الاتجاه هناك سيدات عملوا شغل كما يشبه الفهرسة الاسم ومعلومة عنه تراجم يعني ممكن هو هذا كما قيل لي أنه هو أول كتاب يذهب في اتجاه السيرة أنا أسأل من أنت طفولتك أهلك مدرستك معلماتك من أثر في حياتك علاقتك داخل الحي هل أنت مقدرة كنتك مرأة ما الذي جعلك تتميزين ولماذا اخترت هذا الطريق أنا أبوى بالكتاب إلى سجينات باحثات رائدات في مشوارهم حققوا حاجة في منطقتهم كانوا من غامروا رغم الواقع ما تنلي فيها أذهب أيضا إلى ناشطات مجتمع مدني أيضا عندهم كانت مشروع يمتد عربيا وعالميا أيضا ذهبت إلى مسألة النساء في أوطانهم اللي إلى هد اليوم ما زالوا يصارعوا من أجل برناماتك حكينا عن شخصيات موجودة في الكتاب حكينا بشيء بشخصي يعني يعني حكي لنا اسم يعني هنا عندنا في المقدمة أو أول شخصية يمكن تحدثت عنها الأم الشجاعة هي سيدة ليبيا أو واحدة من الرائدات الليبيات صحيح وعندك أيضا يمكن أربع قيادات قياديات عفوا من فلسطين شاركوا في الحراكة السياسي والشعبي الموجود في فلن حكي لنا اسم وماذا قدمت هذه السيدة على الأقل اسم أنا خمسين سيدة حقيقة أدين لهم لأنهم كلهم مثلوا مدرسة بالنسبة لي مثلا خديجة صبار من المغرب هذه أختيرة انتخبت على مجلس محلي وكان في قرية صغيرة قدمت نفسها المرة الأولى في مفهوم اجتماعي رفضوا وجودها لكن هي في الانتخابات الثانية فازت الانتخابات الثالثة لما تقدم واحد من الحزب قالها تعالي معاي لأنني أكسب شعبيتك والناس لما يعني شوفوك معاي عملت مصدقية وعملت شغل في الحي تخرج معهم في كل المناسبات تذهب وتسأل عن ما هي العوائق والصعوبات حكت لي حكايات أنها تنهضت ليلا مرة لكي توافي مشكلة لشخص متوفي وتحضر وتعمل إجراءات جنازاته لأن أسرتها كان صعب عليها تتكفل بهذه المهمة يعني هي تتحرك في عين المكان فيها سيدة من فلسطين مرام الله يا الله تقريبا الفصل كام ولا فيكتوريا شكري هذه تتحدث كيف عراق المرأة الفلسطينية وكيف يذهبوا باتجاه حتى وهو دستور ناشئ لكن هما يعتبرون دستور الفرصة اللي توضع فيه موقع للمرأة في الانتخابات في تبوء المناصب في بول صحيح احنا لم نبني دولة وما زلنا في تحت الاحتلال لكن علينا أن نفكر أننا نوجد هذه الدولة ونوجد المرأة فيها نعم في سيدة أيضا سيدات من سوريا مثلا أمن نصر بالرغم الحاصل في سوريا في 2011 لكنها لم تنقطع عن فكرة أن تذهب إلى المهجرات والنازحات وتحدثهم في السياسة وتحدثهم أن المرأة يجب أن تدخل هذا المعترك يعني تسع سنوات ليه هلأ أصدرت الكتاب؟ أنا شعرت أن هذا وقته وأيضا ظروفي مثلا بفكرة تتوفر لك ظروف خاصة ما قلت لك أنه هو شغل مستقل يعني أنا لا أذهب باتجاه فكرة أنا لست ضد أي دار نشر ولا حد يدعم لكن هذا جهد ينبغي أن يخرج كما بدأت فيه أنا أعمل مشروع مستقل وفردي عندما ذهبت إلى مثلا بلدان وسجلت مع نساء عربيات عندما قابلت مثلا السيدة أنيك كوجان وهي رئيسة قسم التحقيقات في اللوموند وصاحبة كتاب طرائد القذافي وهي آخر سيدة مثلا عمل في قامة التي ديانا قبل مقتل هذه الساعات فكرت أن أذهب باستقلالية هذا العمل ليس نقدا أو ليس تقليلا من جهد الآخرين أنا شوفت شغل جيد فاطمة عذرا هذا ما سمح بها الوقت نتمنى يمكن أنه هذا أو هذه النوعية من الكتب يستفد منها الأجيال القادمة في تغيير النظرة ربما تجاه المرأة بالأخص في مجتمعاتنا العربية اللي دائما نحن نحاربها من حلال برنامج يوم جديد وحتى طبعا القناة بصورة عامة فاطمة الغندورة الكاتبة الربائية وصحفية الليبية شكرا جزيلا شكرا شكرا